موسيقى خذها قاعدة التوسط بالتوسط بعض الناس يجعل من حياته من خلال فكرة التوازن أو من خلال فكرة الوسطية أو من خلال فكرة يعني خليك محايد أو من خلال فكرة السيف سايد يجعل من حياته في هذه المنطقة الرمادية وتضيع عليها الكثير من الأمور الجميلة في الحياة الحياة رغم أن الإنسان يحتاج فيها إلى الاستقرار هو أيضا يحتاج فيها إلى التنوع بعض الناس يسمي هذا الموضوع المغامرة بعض الناس يسميه الاكتشاف بعض الناس يسميه التنوع لكن هو الجانب الآخر من الاستقرار يعني نحن نحتاج إلى الاستقرار لكن في نفس الوقت نحتاج إلى التنوع حياة تصبح مملة جدا لو كانت فقط في منطقة السيف سايد هذه في منطقة المحايد فبعض الناس شوي متطرف في التوسط يعني نخليها comfort zone منطقة ارتياح فلا يقوم بأي مغامرات أو مجازفات أو اكتشافات أو تنوع فيبقي المنطقة كما هي محافظة محايدة ومحمية وهذا الكلام مرة أخرى يضيع على الإنسان الكثير من أمور الحياة الجميلة إذا كان هذا خيارك فأنت حر لكن افتح مجال لهذه المسألة أن بعض الناس عنده تطرف في فهم المعنى يعني مثلا لما طرحنا مفهوم التوازن ليطرحه زيلند بعض الناس أخذه بتطرف مثلا قام ما يضحك قام ما يعلن قام ما يبين لأنه يعتقد أن هذا فائض احتمال أو يعتقد أن هذا يخل بالتوازن خلني أبين هذه المسألة بوضوحه أنا بعض الناس صار عنده أشكالية في فهم هذا المعنى ما في فائض احتمال بالعمل فائض الاحتمال بالمشاعر بالتوقع هو هذا فائض الاحتمال لكن إذا كان يوازيه الشيء فهو طبيعي يعني مثلا أنا نجحت الآن وشعرت بالفرحة وفرحت جدا أو حد قال نكتة وكانت مضحكة جدا فضحكت جدا ليس هناك فائض احتمال هو تجاوب مع الحدث نفسه لكن شخص قال نكتة عادية جدا أنا ما تأثرت فيها كثيرا بس أنا أحاول أني أظهر أني متأثر جدا وأضحك بطريقة هستيرية لشيء غير موجود أصلا هذا فائض احتمال أنا نجحت في مسألة ما وأشعر أن هذا شيء جيد بس أنا بالغت في الشعور بالنجاح وأخذت الموضوع فوق حده هذا فائض احتمال أنت عملت إعلانات قوية جدا لموضوع هو كبير جدا ما في فائض احتمال هذا متواكب تماما مع الحدث فمثلا الدولة عندما تحتفل وتصرف خمسين مليون مئة مليون دولار على احتفالات العياد الوطنية مثلا طب هذا طبيعي جدا على مستوى الدولة هذا طبيعي شخص يصرف أربعين مليون دولار على عرس أو على زواج هذا غير طبيعي لكن لو كان هذا الشخص مليادير وفي الحقيقة بالنسبة له هذه مثل عشاء بالنسبة لك فهو أيضا طبيعي بالنسبة له من يحدد هذه المسألة أنت فقط الذي تحدد هذه المسألة فانتبه لمسألة التطرف في التوسط التطرف في التوازن تحتاج أحيانا أن تكسر القواعد تحتاج أحيانا أن توسع أن تنوع فتصبح الحياة الحقيقية الحياة ليست وسطية طوال الوقت أحيانا يحصل فيها طفرات في الحقيقة أنه لم يحصل فيها طفرات هنا تحصل الحياة الجميلة العظيمة جدا فالحياة ليست متزنة فقط لو كانت متزنة فقط ومتوسطة فقط لما تطورت أبدا هنا كما قول الإمام علي لو أن كل إنسان قنع بما عنده لهلكت الدنيا يعني الدنيا ممكن تهلك وتتدمر لو كان الناس يقنعون فيما عندهم ويتوسطون فيما لديهم فالمخترع مش راضع لموجوده وقال طول الوقت يعني يخترع لكنه مش من زعج في الداخل هو يخترع بحب هو يخترع لرغبة هو يخترع بحماسة هو يخترع ولديه الأداء التي يخترع فيها فلا هو عامل فائض احتمال ولا هو خارج على قانون التوازن في الانتباه من مسألة التطرف في التوسط أيضا مهمة ومطلوبة لأن الإبداع ليس توسط الإبداع ليس توازن الإبداع هو خروج عن التوازن هو خروج عن التوسط طبعا أنا عندما قلت هذا الكلام لا يفهم بأن الشخص الآن يروح يتهور ويصارع قانون التوازن لا 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 نستطيع أن نغلب قانون التوازن هذا قانون كوني لا شك يعني لكن القصد أنه لا تبالغ في معنى من المعاني لا تبالغ حتى في مسألة الوسطية خلنا ناخد تمرين في هذا الموضوع لاحظ خلال الفترة اللي فاتت ربما سنوات الثلاثة والخمسة اللي فاتت كان هناك أمور كثيرة أنت يعني أردت أن تقدم عليها لكن تخوفت فسجلها يدونها أريدك أن ترى ما هو الاحتمال اللي كان ممكن ينحى من المسار تعرف أنا أخطط بهذه الطريقة أنا أخطط بطريقة السيناريوهات أوكي بأن أنا أضع الاحتماليات كلها ممكن يكون واحد اثنين ثلاث اربعة كذا أخذ قراراتي فأنت الآن ضع لو أنك كنت تريد أن تأخذها بس اعتقدت أنه هو شوي خارج عن الكذا فضع الآن هذا الاحتمال وشوف مساراته شوف المسارات السيئة وشوف المسارات الجيدة في المستقبل القريب كذلك خلال هذا الشهر سيطرأ لك بعض القرارات اللي أنت تود أن تتوازن فيها إذا ما كانت عواقبها كبيرة اكسر هذا التوازن على الأقل مرة أو مرتين حتى لا تكون أسير هذه الفكرة واخذها قاعدة التوسط حتى في التوسط اشتركوا في القناة